بادر أحمد ريدة تقنوتي حارس مرمى فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم إلى تقديم اعتداره للجماهير المغربية عموما والوداذية على وجه الخصوص وذلك على إدر اعتدائه على الإفواري اللامين دي أكيطي مهاجم فريق الجيش الملكي خلال المباراة الكلاسيكو والتي أجريت يوم الخميس 29 دجمبر 2022 على أرضية ملعب مجمع الإمير مولي عبد الله بن رباط ونشر تقنوتي تدوينه عبر حسابه الخاص على انستجرام جدد من خلالها اعتداره للجماهير المغربية والوداذية على سلوكها غير الرياضي الذي كلفها الطرد من هذه المقابلة دقائق قليلة قبل نهايتها وأجاء في رسالة التقنوتي قبل كل شيء ليس من شيامي القيام بسلوكيات لا رياضية والاعتدار عليها قبل أن يتابع قائلا أنا ريد التقنوتي بصفتي حارس مرمى فريق الوداذ الرياضي والمنتخب الوطني المغربي أتقدم باعتداري لكافة الجماهير المغربية عامة والوداذية خاصة عن ما بذر مني من سلوك خارج عن إطاره الرياضي في المقابلة وذلك ليس من شيامي ولا أخلاقي وأوضح حارس فريق الوداذ الرياضي قائلا أعترف بالخطأ الذي ارتكبته وناتج عن الضغوط وتسرع لذلك مرة أخرى أجدد وأطلب الاعتدار من اللاعب الذي أخطأت في حقه لأنه يبقى زميلي وتجمعنا كرة القدم والروح الرياضية والمنافسة الشريفة وكانت هذك التقنوتي قتلقت خلال المباراة ثلاثة أهداف بعضها يتحمله ومسؤوليتها وهو ما أخرجه على ما يبدو عن تركيزه وأفقده صوابه في اللحظات الأخيرة من المباراة رسالة صغيرة في الأخر ديالفيديو بالزاف ذا بكين تاقدوا ريضة التقنوتي ما نقولش ليوم الله ولكن واحد لعيبة عقل عليها مالك تطيح البقرة عادك ساكيك تروج جناه ممكن ريضة تقنوتي ذا الوحد الغلاط ولكن كلنا كان غلطه نحن إنسان نخلي وجهات المختصة هي اللي يتحكم في هذا الأمر هذا هو رأيي في الأخير شكرا للمشاهدة